محمد بارك يا عريس أبروك يا عيسى بيك نجوة العريس مليون جنيه مش جيمتك بس انت عارف سلو بلدنا المعلم أسعد كان جاي معايا بلوقتي عمرت ومنعوا ألف سلام عليها الله يشفيها يا عريس جوازنا واتبسطنا واخدنا أجازة يلا نشوف شغلنا واكل عشنا ولا ليك كلام تاني لحظة ريت ما انت ريت اسمي ستر خد الباك دي واطلع قب لما دعا اوك كلنا منقولوا ايه؟ ولا ليه كلام تاني؟ اه ليه كلام تاني؟ شوف يا معلم خلف انا وانت اشتغلنا مع بعض من فترة وكسبنا كثير وكل اللي باني وبينك كل احترام وأنا خلاص خلصت مش ناوي أكمل في الشغلان ادي ومعتقدش اللي هبا في حد الضرق بتي هم هتسيب الشغل تبعد الجواز تبال مرة هاتلك حتة عيلي شيل اسمك هورس الكلام ده كله بدل من انت ومرتك تسيبولي الشغالة اللي فتحت الباب وطلعت الشنطة فوق لا 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 كلامك ده رايح في حتة مش صحة يا معلم خلف كلامك ده معناه انك بتهددني انا ومرتي كلام ده ما يمشيش على راجل عويل جليل الحيلة مش جادر ياخد حقه لكن انا لا والتركيبة نفسك ده مش لايج علي والله العلية العظيمة معلم خلف لو حد بس فكر يزيني او يقزي حد يخصني او يقزي حد الشغالة اللي خلت مني الشنطة ورب العزة اقطع نسله